السلام عليكم ورحمة الله طبعا هسا ايجا امر انا لازم اروح للتوقيف اروح للسجن هم ارجع للسجن انا ما اعدي مشكلة بالسجن وتنفيذ اوامل عسكرية انا افذها بس انا ما اقلتش شي ترى البارحة ما اقلتش شي بس انا حقائق حجيتها والحقائق موثقة واكوبين بينهم اتصالات وموجودة شركة الاتصالات الاسية هي التي تثبت حتى اتصالي ويبقى حسن الساعدي اما ترجع للظلم يعني ما ادري انتو لو عدت لو عدتكم بس على الشياء بهذا العراق العراق اللي يمشى عدل وعلى الشياء يمشى عوج وتريد صفونه وخلاص تريد تهددت بالقتل ما احد طلعوا واستنكروا حجيتش ان ضربت بالتحقيق ما احد حجيتش انهنت ما احد حجيتش انذلت عيالي ما احد حجيتش حسن لان جراحت مشاعر فلان وفلان والله حجيتش عن نائب فلان كلهم نعم زاروا واجهوا وجابوا دجاج وبعدنا باقي على نفس قوالي وعلى نفس كلامي وما اتراجع من عدة انا انظلمت يا رئيس الوزراء يا عادل عبد المهدي انا انظلمت يا رئيس البرلمان انا انظلمت يا وكيل وزير الداخلية انا انظلمت يا سيد مقتدى اذا ما بيكون فزعة فزع لي العراق فزع لي العراق انا عراقي انا عراقي وانهنت وانضربت ما احد فزع لي الايراني من دب التوقيف صارت شون الاله امون يزوروه لازمين سرب الباب علي النواب واعظام السمحافظة فانا سرايح للسجن السجن ما يأكل زلم ولا يخوفني انا هذا عمر ما رايده ورتبها ما رايدها اخذوها لكم اخذتوه ما ضلت على الرتبة وان شاء الله ان شاء الله اطلع يعني شقدت يتسجنوني سنة سنتين ثلاثة هم اطلع